السلام عليكم أسعد الله وأوقاتكم بكل خير نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير اليوم إن شاء الله سوف نتقصب معكم بريوش سائل اللي يأتي رائع جدا تحضروه بسهولة القوتة والفطور ديال تحمرت الوجه هشيش وإسفنجي ومحمر سوف يحمقكم إذا جربته نحتاجوا فيه كاس ديال الماء وكاس ديال الحليب عندي الماء طايب والحليب بدرجة حرارة المطبخ إذا بغيتوا تخلطهم بجوجود دفي وهم مزيان أنا وضعت الماء اللي طايب والحليب خليته هكك عادي أعطوني السخانة هي هاديك غادي نوضعه ثلاثة معلقة السكر حلا ودائما كتبقى على حسب الضوء ديالكم وعندي هنا جوج أكيس كيس من زهرة البرتوقل وكيس ديال الفاني اللي ما بغتش الدير أو لما متوفرش عنده زهرة البرتوقل تدير قشور الحامض كيعدو مدق زوين مع الفاني أو تنسموه بالحبوب نافاح بتحلاوات زنجلل عندكم الاختيار وضعت أيضا ساشي ديال خميرة الخبز كيعدلين 10 جرام إذا عبرتو بالمعلقة معلقة مملوئة فنخلط قليلا ونضيف قياس معلقة ديال الزبدة الزبدة ديال البواطة والزبدة سبيسيال أي زبدة عندكم وعندي بيضة هنا غادي نوضع الأبيض ونحتافظ بالأصفر للدهن هاد الأصفر غير غطيوه باش ما ينشف لي كومش اللي عندها حساسية من الزبدة ولا ما بغتش تديرها عوض الزبدة غديره نصف كاس ديال الزيت أنا حدرت الزبدة ثلاثة ديال معلقة زيت اللي عملت مايو عادين 4 كاس غادي نخلط مزيان الزبدة بالحرارة ديال الماء والحليب غادي يدوب خيبا ليكم القيطعة كباقين من بعد غادي يدوب ضروري مرشيشة ديال الملحة خلطوها قليلا ونبدأو نضيفو الدقيق اللي عندنا مغربل بالنسبة للدقيق عندي 450 جرام إذا عبرتو بالكيسان ربع هاد الكيسان ونصف ديال العنبه وضروري الدقيق ما نضيفوه بالتدريج نضيفوه شوية بشوية وحنا تنخلطو باش ينسى جملينا ويجينا العاجين زوين طبيعة الحل اللي بغتدير هاد العاجين في العجانة ممكن هو مغادش نديرو يدانا فيه نهائيا غير بالخلط اليداوي فنضيفو الدقيق ونخلطو من بعد مما ضيفنا نصف الكمية ديال الدقيق كان نضيف ساشي ديال الخميرة الحلوة ما يعادل ثمانيا غرام وغادي نستمرو بالاضافة ديال الدقيق والخالي ديالنا اولى العاجين ما كيكونش قاسح لاحظوا معاي اهنا ضيفت الدقيق كامل كنضربوه الخاليط مزيان 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 ما كيبقى الناشي الحبيبات نهائيا ديال الدقيق صافيتا نجمع الجوانب بستاتيلة وغادي نغطي على العاجين ديالنا يختامر كنعاود نأكد الكمية ديال الدقيق لبعاد الكيسان ونصف غادي نغطيه ونخليه يختامر غادي نخليه تقريبا واحد نصف ساعة وانتوما اذا عندكم المطبخ الجو فيه دافئ رفل البلاسة غادي يخمر لكم يقدر ياخد لكم غير باع ساعة وضروري ما نغطيه هكا من فوق بمنيدل مهم انا غادي نخليه نصف ساعة ونرجع ليه من بعد مداز نصف ساعة كان العاجين ديالنا صبح بهات الشكل ما شاء الله كي يختامر كي يضعف الحجم دياله ونحصلو على واحد العاجينة اللي غتجيب ليكم بريوش رائع مجرد ونضعو مجرد ونضعو خمير اللي كتكون في العاجين غير هكا بستاتيولة او بميلعقة خشبية كنفرغو ذاك الخميرة وغادي نجيبو لاطا ديال الفران اي قياس عندكم بالنسبة انا هادي متوسطيطة قياس ديالها تقريبا 20 على 25 هكداك ففرش الورق اذا ما كانش الورق غادي تدهنو المول ديالكم بالزيت او لبزبدة وترشوه بالضقيقة صافيو وتنوزع العاجين هكا من الجوانب اذا كان عندكم مقلة ولا او لا ولا مول كبار غير علو من بعد ما غطب العلو اللي غايجي يكون مناقص ميكا تكون لاطا صغيرة غا تجين الماشاء الله مرتافعة هند هنت الاصابع ديالي بالزيت وقرر السمزية مش تجين متساوية وف هاد المرحلة هادي منخليوها تختامر مر اخرى تقريبا 4 ساعة من الاحسن حطو عليها شي صيني اخرى ولا شي خشبة حيط انا غطيتها بسلوفا و المنديل و من الوسط لسقط شوية فمن الاحسن عملو هكا غير شي صينية ولا شي حاجة غطيوه و عديرو المنديل افضل من البلاستيك باش هكا ما تلسق لكمش سوف يخضيت هنا اصفر ديال البيت زيت تعليه شوية الحليب او لشوية الخل انا قدرت الحليب و اندهنو بشوية اندهنو باش ما نهبطوش الخميلة لان العاجين كيف لاحطو معدناش قاسح سوف يندهنو من الوسط من الجوانب من البادة غادي نزينو بالزنجلان او لتزين كيبقى على حساب الاختيار ديالكم اللي ما كيبغيش الزنجلان يرش السكر او الا مثلا تقدرو تديرو هكا تخليوها غير مدهن بالبيت وتاها تخرجوهم الفران كتدهنوه بالنبج او بالمربة ترشوه بالكوك ولا بشكلات فيرميسيل باش ما بغيتو او لا غير هكا تدردو عليه سكر غلاسي انا زينت بزنجلان البياد والحمر العادي والسكر سوف يندخلو الفران فران عندي مشوه من الاسفل على 160 دراجه حتى غادي طيب هات غادي نشعل عليه من الفوق ما كياخوتش لقت طويل في الفران تقريبا نصف ساعة حتى تحمر مزيان وطلعت عليه الحمرية من اللوجه هات زيت شعلت عليه شي شوية من اللوجه صافين بعد مجبتو من الفران خليتو تفقد الحرارة ونقدموه معكم باش تشوفو الشكل ديالو من الداخل كي يجي كي يجي ما شاء الله قطني اسفنجي رائع تقدموه معاش ما بغيتو ومعاش ما حبيتو تستمتعو به ان شاء الله تحميرا بلا من هدرو عليها الاسفنجي كي يجي خطير و بلا مجهود صافي هنا تدهنوه باش ما بغيتو تقدروا تاكلوه غير هك كي يكراه بنين ما شاء الله بخصوص انك هاد الظهار اولا درتو الحامض اولا مثلا النافاحة بتحلوة ما يمتو ما كتنسموه كي يجي لديد بزاف صافي انا رفقتو مع الشوكولا كي يجي رائع جدا 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 من قلد ما يمكن تحضروه غد يعجبكم والاهم ما كتتعدبوش فيه كتتحضروه بسهولة وغد يعجبكم وغد يعجبوا وليداتكم مبقاليا كلكم جربوا الصحة والراحة مع السلام